موسيقى 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 بسم الله والصلاة على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة انا في نعمة والحمد لله ربي دوم عليكم وعليه ان شاء الله اليوم حبيتي جيت انشارك معكم روتيني الخاص اللي نضيره الشعر انتاعي اليوم من شارك معكم طريقتين اللي نضيره اليوم الشاعر انتاعي الروتي اللي نضيره اليوم الشاعر انتاعي هنا قبل ما نروحون شوفو الطريقة؟ عندي راجعة اشترك في القناة في بداية الفيديو تلقوا هذه الكلمة المكتوبة بالأحمر تكاو عليها ويخرج لكم الجرس تكاو عليه باش يعني يلحقوكم الإشعارات يعني من ما نحط فيديو يلحقوكم طول الفيديوهات لأنحطهم هذا يعني راجع مني لكم حابواتي انشاءكم تفعلوا الجرس باش وصلكم الجديد الوصفات هنا قبل ما روحوا نشوفوا الروتين تانا خلونا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام نرجو على بركة الله لطريقة الروتين اللي هنستعملوه للشعر انتاعي أنا يعني ما نشمعت ان ذا روتين واحد يعني عندي روتينات بزي يعني كل تخطرها ندير روتين للشعر انتاعي نبدأ على بركة الله الحاجة الأولى اللي نديرها يعني قبل ما ندير أي حاجة للشعر انتاعي يعني خاصة أنه هندير له سواء ماسك والننستعملو الحمام بتاع زيوت أول حاجة نديرها لشعر انتاعي أنني نمشط الشعر انتاعي بس قولنا للشعر انتاعي ما نمشطوش في الحمام وحوولو أنكم يعني قتكونوا في الحمام يعني في الدوش ما تمشطوش الشعر انتاعكم يعني حتى تخرجوا بالدوش وينشب الشعر Dionتاعكم بعد ذلك يعني أمشطوه أول حاجة أنا نديرها يعني نجيب المشطن تاعي نمشط الشعر eer انتاعي كامل يعني من جذر حتى الأطراف لاحقن نشعرته كامل وبعد ذلك نجيب فوته النتاع الشعر نضيلي إلى ماء ساخن جدا وبعد ذلك نعصره هنا نضيف ejemplo الفوتن لله الماء ساخن جدا نضيف الماء الساخن التاعي نخليها يعني مدة 10 الى 15 دقيقة وهي الفوطة هذي كم شمخة على الشعر انتاعي يعني هذي باش تفتح لي الماسام تاع الفروة تاع الشعر تاعي يعني باش كي ندير الهمام زيتي ولا ندير الماسك يعني يستفاد منه الشعر انتاعي هذي بالنسبة للخطوة الثانية الخطوة الثالثة انا هنا يعني اليوم راح ندير هذا البروتين يعني للشعر التاعي يعني كنت حضرته معاكم من قبل يعني ذكن نحط لكم الوصف في صندوق الوصف يعني تلقاوها لما شافتش الفيديو يعني تروح للرابط هذك يديها للفيديو تاع البروتين طبيعي للشعر انا هنا يعني هندير هذا البروتين للشعر التاعي سواء يعني ندير بروتين ولا ندير ماسك يعني كلتا خطراء كيفاش ندير او ندير ساعة كيراتين ولما كانش خلاص يعني ندير حمام زيتي هنا انا عندي هذي القرعة راني دايرة فيها يعني مخلطة فيها الزيوت اللي نديرهم للشعر التاعي انا يعني دايما نخدم الزيوت نخلطهم مع بعض باش يعني تسهل علي المهمة كنحب ن ندير حمام زيتي للشعر انتعي يعني نلقاه واجد مضاش يعني نخلط في الزيوت بس ما طول نهزبر كمية ونطبقها على الشعر التاعي يعني من الفرواة حتى للأطراف يعني ونغطي الشعر التاعي ببوني بلاستيكي يعني بعد ما نكون ندرت هذه الخطوة نطبق سواء يعني ماسك ولا بروتين ولا حمام زيتي يعني كل تخطرها واش ندير يعني نطبق هذا الشي اللي نديره على الشعر تاعي سواء ماسك ولا حمام زيتي نطبق شعر التاعي من الفرواة حتى للأطراف ونغطي الشعر التاعي بالكيس يعني ببوني بلاستيكي ولا كيس بلاستيكي يعني نريح به على حسب المدة سواء ماسك او الكيراتين او البروتين او الحمام الزيتي يعني على حسب الشي اللي درته للشعر التاعي نريح يعني ساعة تريح ساعة ساعة ونصف ساعتين يعني على حسب الشي اللي درته للشعر نتاعي وبعد ذلك يعني بعد ما تفوت تلك المدة يعني اللي درت فيها ذلك الحمام الزيتي أو البروتين أو الكيراتين أو الماسك اللي درته للشعر التاعي نروح يعني نخسل الشعر التاعي عادي يعني بعد ما ندخل الحمام نخسل الشعر التاعي عادي أنا يعني صراحة نستعمل في هذا الشامبو يعني الشامبوت على الأطفال وضفت له القرنفل أو كما يسمى في بعض البلدان المسمار أو كما نقول له احنا بالعامية الطيب عاولكم هنا يعني راح يغير اللون فس كون يعني كيضيفون القرنفل للشامبو sophisticated وتخليوه يعني مدة ثلاثة أيام ويعني يبقى في الشامب Laur يغيلكم اللون هنا يعني أنا interestingly blonde غير اللون كما راكم تلاحظوا تمنا صراحةكم وافحة يعني هنا راح يطلق لي أنا القرنفل يعني كامل في الشامبو نقصل أنا الشامبو يعني نقصل الشعر التاعي بهذا يعني أنا ذل يامت را نقصل بهذا الشامبو ديرى فيه القرنفل كنت نستعمل في الايام السابقة كنت نضرب شامفون فيISS كنت يخلط المكونات نغسل الشعر التاعي بهذا الشامفون نضرب البلسم عادي في الشعر التاعي ونخسل الشعار انتاعي عادي هنا ليس عنده هذا الشامبوت على القرنفل يعني تخسل به اي شامبوت الموافقة يعني تخسل به عادي انا هنا يعني ما يشحن وليكم العقام للشامبوت انتاعي باش ما تقولوا يشح يدري الإشار للماركة الفلانية ولا للماركة الفلانية اسمه اي في تيت هذي الخطوة باتاتا ويعني صراحة قناه taran بشانبوت بثكرة انا محتمدة هذي الشامبوت يعني هذو الايامات نخلط لهم مواد طبيعية كي يفيدوني في الشعر انتاعي نخصل بهذا الشمفون كذلك طريقة تحضير الشمفون نخليكم في صندوق الوصف يعني تسكيو عن رابط وقته اللي اديكم للفيديو يعني بعد ما نخصل الشعر انتاعي نشلو جيدا يعني متخافوش مش هتبقى لكم حتى رائحة ولي دارت سواء ماسك او حمام زيتي وخافت يعني انها يعني حمام زيتي خاصة الحمام زيتي اللي ندير فيه زيت تع الثوم والله ندير يعني الماسك تاع البصل كمرات يعني وينتبقى رائحة البصل في الشعر يعني هذي كنو اللي نشلل الشعر انتاعي بالقهوة يعني نمص مصد الشعر التاعي بالقهوة او الماء التاعي ندير فيه ماء الورد او ندير فيها الخل هكذا يعني الشطفة الاخيرة اللي نشلل بها شعر التاعي سواء يعني بالقهوة او ماء ندير فيه ماء الورد او ماء لن يجعل رائحة في شعرتك بطلع ثوم أو حلبة هذا يجعل رائحة في شعر ق observe شعرتك بالقهوة أو ماء وضع في ماء الورد أو ماء او الشعرتك بماء البابونج أو ماء مغلط عن النعنى هذا يجعل لا ترسيه بهم سوف أفضل هذا الرائحة الزيوت والله الاشياء اللي ادرتوها لشعر تاكم يعني حتروح الرائحة تماما وبعد ذيك يعني بعد ما نشلل الشعر تاعي انا شعر تاعي بوسكم ما نمشطوش في الحمام يعني جزك ينشلو جيدا نشدو بلاطاش ونخليه يعني وندلو فوطة ونخليه ينشف يعني وحده يشيح وحده عادي يعني ما نشفو لابلا سوشوار لابلا بليسور يعني نخليه ينشف وحده يعني عد طبيعا تاعو وبعد ذيك يعني نمشط الشعر تاعي ندير يعني نجيب سيروم ولا اي حاجة اللي متوفرة عندك هزي يعني شوية ديرها في اطراف تاع الاصابي تاعك وديرها غرف الاطراف تاع الشعر تاعك مش من ملجوض وغرف الاطراف تاع الشعر تاعك ونمشط الشعر تاعي مرة واحد اخرى هذا اللي ما نستغناش عليها ابدا اللي هو القردون او العصام يعني كنت او حد كيفاش يسميه يعني احنا نقوله القردون وكان يقوله له العصام هذاني ما استغناش علي بتاتا دايما نديره يعني حتى وما نديرش يعني البروتين ولا ما ديرش اي ماسك للشعر تاعي يعني كنروح العشية من العمل نمشط الشعر تاعي وندير له العصام صدقوني العصام رح يطول لكم الشعر ويخلي الشعر تاعكم يعني طويل ويعني وحريري صدقوني انا ما صنعش علي العصام كين العصام وكين كذلك التربيون يعني انا مرات ندير التربيون مرات ندير العصام صدقوني تجربوه اللي ما عنداش يعني انا صراحة كان عندي انا يعني صراحة كان شعر تاعي يعني طويل وبعد ذلك يعني عد العصام ما يكفينيش يعني عد العصام هذا ما يكفينيش بس كو شعر تاعي طويل عد ما يكفينيش يعني مش كنت ندير لبافة اللي نلبسوها عادي اللبافة هذيك طول كنت يعني نقطحها ونديرها عصام وهذاك يعني الجزء العلوي انتاحا تاع اللبافة كنت يعني نديرو فوق الشعر تاعي يعني باش نبقى محافظة على الشعر تاعي كذا يكمل فوق يعني نستعمل اللبافة ندير بها العصام وهذاك نديرو شغل بوني للشعر تاعي ونديرو وبعد ذلك يعني ديرو اي حاجة تاخدو حتى يعني روبا يعني كما نقولو احنا بالعامية روبا قديمة ما تحتاجوهاش قطعوها يعني طوليا ديروها شعر طولي وديرو بها العصام انتاعكم يعني اخدموا بها العصام انتاعكم سوى يعني روبات عقاطيثة ولا روبات عادي قطعوها وديروها عصام ولا لبافة يعني انا صراحة بقعوت يعني شريط كمية احد اخر يعني ذات شريط عصام وحد اخر يعني اكتم تقاوها عند اللي يبيع لوازم الخياطة شريطو يعني وذات تركبتو للجز اللي كان عندي ما قبل باش يعني ولا العصام تاعي يكفيني للشعر تاعي كامل يعني القردون ولا يكفيني للشعر تاعي كامل ستقوني يعني لو دومتوا على القردون او العصام كما يقولوا لو والله تربيان ستقوني وديرو يعني حاولوا ان كنت اسبوع تديرو روتين لشعر تاعكم ستقوني حين تلاحظوا النتيجة جدا رائعة للشعر انساعكم يعني كانوا هذو ما الحويج اللي انا نديرهم يعني ومش يعني منش حكمة روتين واحد يعني عندي بزاف روتينات لنديرهم للشعر تاعي اذا كنتوا مهتمين بهذا الامر خلولي في التعليقات منشارككم يعني الروتينات اللي نديرهم للشعر انتاعي كان هذا والفيديو تاعي اليوم ان شاء الله هنا ايجاكم اذا كان اجبكم الفيديو تاعي اليوم لا تنسوا اشتركوا فيديو مع اصدقائكم باشتعوم بفائدها شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته